بحسب نواب القطاع الحكومي متخم أساساً بالموظفين وهو غير مؤهل لسد هذه الفجوة في المقابل هناك من يتفائل بالقرار القادم الذي قد يصدر عن مجلس الوزراء هل تتوقعون أن يتم تثبيت هذه الشريحة في موازنة 2023 أم تستبعدون ذلك؟ ستنا الغالية ستنا الغالية الواجب حالياً هي استحصال حقوق 18 ألف عائلة 18 ألف معلم ومحاضر ومدرس داخل المدارس إلى الآن إلى الآن إحنا على مدارة للسنوات كلفنا وأوامرنا ومستحقاتنا ضايع بين وزارة التربية وبين وزارة المالية وما بين المديريات ومحافظة بغداد نحن إلى الآن مستمرين لمدة أسبوعين متظاهرين ثابتين أمام وزارة المالية لم تكلف نفسها السيد طيف سامي وزيرة المالية للنزول إلى أبنائها والنظر إلى مطالبهم طبعاً هذه الكتب أمام حضراتكم هي مجرد كتب إرسال وعودة بين وزارة التربية وبين وزارة المالية أتعجب لهكذا حكومة لا تجلس على طاولة واحدة في سبيل أن تبين وتوضح وجهات النظر المختلفة فيما بينهم هذه الاختلافات الموجودة في داخل المؤسسات الدولة لا أحد يتحملها سوى نحن المحاضرون نحن الذين نقدم خدمة مجانية على مدى ثلاث سنوات يعني ثق بالله يا أستاذ أنه وصلنا إلى مرحلة أنه نستداني الكروة في سبيل وهو يعدنا من المحاضرين إحنا سادين شاغر في مناطق مناطق نائية مناطق ريفية يعني قاعد نستداني الكروة في سبيل أنه نوصل للمدارس ونؤدي اللي علينا من واجب إحنا مثل ما علينا واجب لازم أن الحقوق تعطى ترجمة نانسي قنقر